يا مساء الخير وأهلا بكم في عالم العالمين يوم جديد مميز في مهرجان العالمين اللي هيستمر معانا لنهاية الشهر الجاري وفي الأيام اللي فاتت يمكن شفنا مع بعض في مهرجان العالمين فعاليات مختلفة منها العروض المصرحية حفلات غنائية ألعاب رياضية وده كان بحضور جماهيري كبير جدا عشان يكون شعار كامل العدد هو العنوان الأبرز لمهرجان العالمين في دورته التانية مش بس من ناحية الجمهور يعني اللي حضر العروض المختلفة لا كمان العروض والفعاليات المختلفة اللي بيقدمها المهرجان في دورته التانية وفي الحقيقة هو ما سبش ولا حاجة إلا وعمل حسابها خلونا كده نرجع مع بعض ونشوف الفعاليات اللي كانت موجودة في الأيام اللي فاتت واللي تبعنا فيها عروض فنية مميزة رجعتنا كده للزمن الجميل وفكرتنا بتراثنا الشعبي الحلو قوي من خلال عروض فرقة الأنفوشي للإقاعات الشرقية واللي الجمهور تفاعل معها بشكل كبير جدا لدرجة أنه غنى معاها على نغمات أغاني جانا الهوى جانا وتفرج على الحلاوة وغيرها وغيرها كثير من الأغاني الشعبية اللي احنا بنحبها كمان العروض الشعبية استمرت مع العرض الفني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية واللي قدمت لنا وجبة دسمة جدا من الفقرات الاستعراضية للفولكلور الإسماعلاوي وكمان جمهور مهرجان العالمين عاشوا الأيام اللي فاتت ليلة كوميدية مع رأسات استعراضية من خلال مصرحية الشهرة واللي أقيمت على خشبة المصرح الروماني بالمدينة التراثية وعشان شعار مهرجان العالمين يكون للجميع الشركة المتحدة كمان اهتمت جدا بدوي الهمم في الحقيقة هم حطين خطة وفعاليات وتخصيص للملاعب وساحات لممارسة رياضات المختلفة لزوي الهمم وكمان نظموا عديد من البطولات لأصحاب الهمم زي بطولة السلة وكرة القدم والكرة الشاطئية وكمان خصصوا أماكن لجلوس دوي الهمم في المهرجان وفي العالمين الجديدة وإزالت طبعا العقبات أمامهم وخصصوا بقى شاطئ مجاني ليهم ولسه مهرجان العالمين دايما بيقدم لنا الجديد وبيبهرنا بفعالياته المختلفة بكرة الجمهور هيكون مع موعد مع طبعا النجم الكبير كريم عبدالعزيز والفنانة نيلي كريم لخد مغامرة كده من الفانتزي في مصرحية السندباد اللي احنا في الحقيقة مستنيينها بطارق الصبر لأنه كريم عبدالعزيز بيرجع مرة تانية للمصرح بعد غياب طال لمدة عشرين سنة وأكتر كان آخر حاجة خالص حكيم عيون ومن بعدها رجع بمصرحية السندباد اللي احنا في الحقيقة مستنيينها جدا وهتكون موجودة في المهرجان أيام تمانية وتسعة وعشرة أغسطس أو خميس جمعة سبت الجايين أما العروض الغنائية بقى الجمهور العربي والمصري هيكون مع موعد مع الهضبة عمر دياب وحفلته في مهرجان العالمين واللي هتكون يوم الجمعة اللي جاية وهتكون وسط حضور جماهيري كبير جدا بعد إعلان مهرجان العالمين عن نفاذ الدفعة الثالثة من تذاكر حفل الهضبة وطبعا استنادي الهضبة هيمتعنا بأجمل الأغاني الأديمة والجديدة ويمكن ناس كتير قوي كانت بتستشهد بالدئيل هضبة مميز جدا في حفلاته من أيام العجمي لغاية النهاردة حفلاته كلها بتبقى كامل العدد والناس كلها بتستنى فقرة كده الصيف عشان تحضر حفلات عمر دياب والمهرجان السنة دي وفر لنا الأجواء الحلوة قوي دي وكان يعني إدارة المهرجان أعلنت أو تذكرتي أعلنوا أنه الدفعة الأولى التذاكر فيها نفذت بالكامل في خلال ساعات والدفعة التانية كمان ففي الحقيقة إحنا متوقعين أن الحفلة دي هتلاقي نجاح كبير جدا جدا إحنا مستمرين في نقل فعاليات كل حاجة بتحصل في المهرجان هننقلها لحظة بلحظة هنا في برنامجنا فخليكم معنا وتابعونا في خلال الحلقة عشان نعرف إيه الجديد من فعاليات وأجواء بتحصل في العالمين فتابعونا اشتركوا في القناة